كساد وتضخم وتوقعات بحدوث ركود غير مسيطر عليه قد يضرب دول العالم بفعل تداعية الحرب الروسية الاوكرانية دول تمتلك اقتصادا مبنيا على تخطيط اساسه الشركات الاستثمارية ووصلت اليها التداعيات فماذا سيحدث للعراق اذا خيمت عليه اثار تلك التغيرات الاقتصادية تأثيرات عدم الاستقرار لن تكون بعيدة عنه ولأسباب تتعلق بعدم وجود خطط تلموية تقلل من خطر ذلك بما انه اصبحنا ما بين المعسكر الشرقي وما بين المعسكر الغربي والميول هو احنا للمعسكر الغربي اكثر من المعسكر الشرقي بسبب سيطرة الولايات المتحدة الامريكية على مقدرات العراق حتى على مستوى الواردات النفط اصبحت نتأثر باقتصاد امريكا اكثر ما تأثر باقتصاد روسيا او الصين لذلك التضخم الان الكبير الذي يحدث في امريكا واحتمال يكون هناك انهيار كبير في العملة الامريكية وتضخم الصدرة مديات تفوق ما تخيل يعني صعوبة التضخم اصبح اكثر من 12% ويصعد الى حتى ال 20% وان تصدر العراق قائمة الدول العربية الاكثر نموا في الناتج المحلي الاجمالي للعام الجاري وحل في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العشر الاعلى نموا لكن لم يشهد الواقع الاقتصادي الشعبي تغيرا او ارتفاعا في مدخولاته او تحسن البيئة الاستثمارية وتجارية للبلاد بربطها بالاقتصاد العالمي هناك تحذير من قبل منظمة الامم المتحدة على اساس ان هناك مجاعة في العالم خاصة عشرين وثلاثة وعشرين العراق يفترض ان يستثمر في تحقيق الامن الغذائي من الداخل لا تزال قوة المالية العراقية تمنع الاقتصاد العراقي من انحدار الى مستوى المجاعة لكن هناك هدر بالمال العام بالتأكيد عندما ترتفع اسعار السلع عالميا نتيجة الحرب الاوكرانية الروسية فان الاستيراد يتأثر بهذه الارتفاعات علينا وضع مصدات لعدم انتقال المعدل التضخم العالمي الى ذوي الدخل المحدود الدولة الريعية الكبيرة هكذا يطلق خبراء الاقتصاد على العراق فهو يعتمد بنسبة تفوق التسعين بالمئة من وارداته المالية على النفط الذي شهد ارتياحا بالاسعار بعد كبوة الانخفاض الناجمة عن كورونا والتي قد تتهاوى اذا ما استقر الاقتصاد العالمي فالعراق لم يستفد من تعاضم مدخولاته المالية بفتح الخطط الاستثمارية وعقد شراكات اقتصادية بدل تركها تتسرب الى جيوب الفاسدين من بغداد جابر جمال قناة الرشيد الفضائية